نبدأ الصحف من صحيفة الأخبار واخترنا لكم ما كتب في الأخبار تحت عنوان الخاطفون للموفد القطري لن نقتل أي مخطوف تقول الأخبار عاد الموفد القطري للتفاوض بين الدولة اللبنانية وخاطفي العسكريين والدركيين في جرود عرسال المحتلة الموفد الذي أجرى لقاءات مع طرفين خلال اليومين الماضيين سبق أن تخلف عن الحضور إلى لبنان خلال الأسبوعين الماضيين لأسباب لم يفسح عنها لكن مصادر وزارية لبنانية قالت أن الرجل كان يساير غضب الخاطفين من إجراءات الجيش اللبناني في الفصل بين عرسال وجرودها وبحسب مصادر معنية بالمفاوضات فإن الوسيط الوفد من قطر توصل إلى اختراق مهم في المفاوضات وهو حصل على تعهد شفهي من الخاطفين في جبهة النصرة وداعش بعدم قتل أي من المخطوفين المصادر التي تعبر عن ارتياحها لهذا الإنجاز لم تضع القلق جانبا فبحسب ما ورد إليها من معلومات تعهد ممثلون عن داعش بعدم قتل أي مخطوف إلا أنهم تركوا ثغرة في التعهد الذي قدموه تتيح لهم التنصل منه ولفتت المصادر إلى أن التفاوض مع داعش أصعب من التفاوض مع النصرة لأن قطر تمون على الجبهة من جهوة لأن قيادة داعش في القلمون وفي جرود عرسال المحتلة تحتاج إلى قرار مركزي من قيادة التنظيم في كل خطوة تقوم بها من جهة ثانية وعبرت مصادر ويزارية عن استيائها من إعلان عدد من السياسيين تأييد مقايدة المخطوفين بمحكومين وموقوفين في السجون اللبنانية لأن من شأن هذه التصريحات أن تقوي موقف الخاطفين خصوصا أن المفاوضات لم تصل معهم بعد إلى الاتفاق على تعريف مشترك للمقايدة والأشخاص الذين من الممكن أن تشملهم هذه المقايدة في حال الاتفاق عليها وقالت المصادر للأخبار إن الملف شائك جدا وليس سهلا أبدا والمفاوضون لا يزالون حتى اليوم في طور بناء الملف وهكذا قضايا تحتاج إلى وقت طويل لحلها وعلى المعنيين بالقضية خصوصا أهالي المخطوفين أن يدركوا ذلك وقالت مصادر ويزارية وأخرى معنية بالمفاوضات للأخبار نتفهم موقف الأهالي لكن تحركهم لم يؤدي سوى إلى الضغط على الجانب اللبناني وعلى العكس من ذلك الخاطفون يستفيدون من الضغط على الحكومة لرفع سقف مطالبهم من الأخبار إلى السفير وما كتبته ملاك عقيل تحت عنوان من نظريات أهل المستقبل الجيش كداعش 14 آذار ضد الإرهاب ومخيمات التطرف ولكن تقول ملاك عقيل صار عنوان مواجهة الإرهاب أولوية دولية وأقليمية ولبنانية غير أنه ثمت قناعة راسخة عند المستقبل أولاً كما عند حلفائه وخصومه أن العنصر الحاسمة لبنانياً في مواجهة الإرهاب هو مدى انخراط الفريق السني المعتدل في المعركة ضد التيارات التكفيرية بالتأكيد لا يمكن لبيان رئيس سعد الحريري توضحي رداً على بيان الاتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية أن يحجب حجم التناقضات تحت سقف تيار المستقبل صار وجود الحمائم والسقور تحت سقف مواجهة إرهاب داعش والنصر بلغة واحدة وسلاح واحد عامل ضغط وإرباك على سعد الحريري نفسه في وقت يجلس فيه الإيراني والسعودي وجهاً لوجه ويتحول سقوط صنعاء بيد الحوثيين إلى عنصر تقارب وتفاهم بينهما وليس عامل نزاع كما كان يتوقع كثيرون تضيف ملاق عقيل وبالمعايير كافة تحتاج معركة ناجحة بوجه الإرهاب إلى وقوف حزب الله والمستقبل خلف الجيش سياسياً من دون أن تتحول صور مدهمات تأخرت كثيراً في مخيمات عرسال إلى عنصر إدانة وتحريد على المؤسسة العسكرية وإضافة إلى غموض الموقف السعودي حيال المدى الذي يمكن أن تذهب إليه الرياض في تقديم الدعم للبنان والجيش للقضاء على الجماعات الإرهابية يواجه الرئيس الحريري مشكلة حقيقية داخل فريقه السياسي تقول ملاق عقيل صار خالد الظاهر حالة بحد ذاتها تلوح بالاستغناء حتى عن خدمات تيار المستقبل وحنفية دولاراتها حين أوان الانتخابات النيابية ومن لم تلطشه عدوى الظاهر معين المرعب في السابق صار خبيراً عسكرياً اليوم كما هو حال جمال الجراح القادر على تحديد مكان سقوط الصواريخ التي تسقط على المخطفين العسكريين وحتى يتغير مجلس النواب سيستمر معين المرعب الذي عزف عن الترشيح نائباً في فريق الحريري متحمساً لإدخال السلاح إلى سوريا بأي وقت لدعم الثورة وهو بعكس ما قاله زعيم المستقبل يجد أن مداهمات الجيش في عرسال ارتكابات ضد الإنسانية ذاهباً إلى حد تشبيهه بأنه داعش هذا على مستوى الخطاب السياسي تقول ملاك عقيل أما في الاستراتيجية في الاستراتيجية فثمت ما يؤكد بأن السعودية لن تضع كل أوراقها اللبنانية في خدمة مشروع استقصال داعش والنصرة ما لم تقبض ثمناً ما في سوريا وعندها تجري المقايضة مع الإيرانيين لبنانياً في الديار وفي معلومات الديار في هذا الإطار أيضاً أشارت مصادر قانونية رفيعة في حديث للديار إلى أن ما يحكى عن إجراء عملية تبادل بين العسكريين المغطوفين وموقوفين إرهابيين مسألة صعبة ومعقدة وحساسة موضحاً أنه من الناحية السياسية إطلاق الموقوفين مهما كان عددهم يحتاج إلى توافق سياسي داخلي للوصول إلى توافق في مجلس الوزراء بحيث يصدر مرسوم عفو من الحكومة يوقع عليه كل الوزراء ليوازي مرسوم العفو الذي يصدره رئيس الجمهورية في الحالات العادية ويطال هذا المرسوم الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية وأما عملية إطلاق الآخرين فهي أيضاً تحتاج إلى قرار سياسي يشكل نوعاً من التغطية للأجهزة القضائية لإصدار إخلاءات سبيل ممن يطالهم الاتفاق في حال حصوله هذا المصدر سأل بحسب الديار هل هناك من يمكن أن يغطي سياسياً إطلاق رؤوس إرهابية كبيرة مثل عماد جمعة ونعيم عباس وآخرين خصوصاً أن المجموعات الإرهابية تضع هؤلاء العناصر الإجرامية في أولوية الذين تطالب بإطلاق سراحهم وأكدت المصادر أيضاً في حديث للديار أن الخوف موجود لدى الترابلسيين من استهداف مدينتهم مرة أخرى بسيارات مفخخة وأبدت تخوفها من الأحداث الأمنية المتفرقة التي تشهدها المدينة والتي تنذر بانفجار كبير وذلك لصرف نظر أو أنظار الجيش ومهماته عن ضبط الأمن في عرسال وبالتالي تضييق الوضع على المؤسسة العسكرية والدولة نبقى في الإطار نفسه حيث لفت مصدر ويزري لصحيفة اللواء إلى أنه في حال صارت الأمور وفقاً للوعود القاطعة لرئيس الحكومة فإن مرحلة جديدة ستبدأ يتولى فيها المدير العام للأمن العام لواء عباس إبراهيم المفاوضات بشأن العسكريين الأسرى عن الحكومة على النحو الذي حصل لإطلاق مخطفي أعزاز وراهبات معلولة في ظل تكتم بالغ الشدة مما يعني بالنسبة لأهالي العسكريين بعض التطمينات التي من شأنها أن تؤدي إلى التخفيف من التحركات في الشارع بعدما يكون هؤلاء قد لمسوا أن قضية إطلاق صراح أولادهم في رأس اهتمامات الدولة وأخيراً مع صحيفة القبس الكويتية حيث كشفت أوصات ديبلوماسية لصحيفة القبس الكويتية عن أن العمليات العسكرية ضد داعش لا تزال حتى الآن محصورة في كل من سوريا والعراق مبدئياً وإذا حصل تطور يستدعي التحرك في اتجاه لبنان فإن لا شيء يمنع من ذلك إلا أن أي بحث جدي في هذا الاتجاه لم يحصل ولا يحصل إلا إذا وجدت الدول خطراً حقيقياً عليها ينطلق من هذه المجموعات التي تتمركز في لبنان والتي ساهمت في معركة عرسال الأخيرة ضد الجيش اللبناني تضيف القبس إذا كانت لدى المجتمع الدولي شكوك في خطر ما ينطلق من عناصر داعش الموجودة داخل الحدود اللبنانية أو شكوك في خطط ما لدى التنظيم تستهدف الأمن في إطار تنفيذ عمليات في الدول الغربية فإن الضربات ستصبح واردة بهذا الخبر من القبس الكويتية نصل إلى ختام جولتنا على الصحف فاصل إعلاني نعود بعده لاستكمال الحدث مع الزميلة كاترين حنة ترجمة نانسي قنقر